تلقتي جيه وقتنا مع فقرة الجرافيكس الجرافيكس اللي بنتكلم فيها بالتفصيل عن كل ما هو جديد في عالم الكرة العالمية والبداية من الدوري الإنجليزي ونادي ليفر بول مش هو البطل هنتكلم عليه في كل حلقة إلى حين إشعار آخر زي ما حضراتكم شايفين نادي ليفر بول الإنجليزي وصل لنقطة رقم 104 خلال 38 مباراة على التوالي منشستر سيتي وصل لنفس العدد من الماتشاط 38 مباراة حقق 102 نقطة خلال عام 2018 تشيلسي وصل لنفس عدد المباريات 38 نقطة هو كمان وحقق 102 نقطة خلال عام 2005 وبالتالي نادي ليفر بول يتخطى منشستر سيتي وتشيلسي في عدد النقاط خلال 38 مباراة على التوالي نتائج ليفر بول ضد القبار في الدور الإنجليزي لعب تمام ماتشاط فاس في سبعة اتعادل في مباراة لم يهزم سجل 18 واستقبل سبعة أرسنال 3-1 شيلسي 2-1 ليستر سيتي 2-1 منشستر يونيتد 1-1 تاتنهام 2-1 ومنشستر سيتي 3-1 وليستر سيتي 4-0 وتاتنهام آخر مباراة كانت 1-0 نادي ليفر بول الإنجليزي يحصد النقطة رقم 61 خلال 21 مباراة أكبر رقم يصل إليه فريق في العالم خلال هذا العدد من المباريات طبعا دي مقارنة للأندية اللي بتنافس فريق ليفر بول في 21 مباراة ليفر بول لعب 21 مباراة فاز 21 مباراة وعنده 61 نقطة بارني ميونيخ لعب 21 فاز في 19 59 نقطة سيتي لعب 21 مباراة فاز في 19 59 نقطة إيفنتس 21 مباراة فاز في 19 59 نقطة تشيلسي نفس الشيء 21-19 59 بارشلونة 21-18 58 وبالتالي ليفر بول يتفوق على البارل في موسم 2013-2014 على السيتي في موسم 2017-2018 مع إيفنتس في موسم 2018-2019 وتشيلسي في موسم 2005-2006 وبارشلونة مع كاب جورديولا ومع الفريق الذي لا يقر ومكانش حد أبداً يقدر أنه يقر هذا الفريق في موسم 2010-2011 نجم هذا الأسبوع هو روبرت فرمينيو من نادي ليفر بول هنتكلم عليه بالتفصيل زي ما تتكلمنا على محمد صلاح وتتكلمنا على مانيه لازل مدي الراجل ده حقه الراجل ده سبب فيه نقاط كثيرة جداً للصالح نادي ليفر بول وبالتالي أرقام روبرت فرمينيو مع ليفر بول في الدوري الإنجليزي البريمير ليج لعب 158 مباراة سجل فيهم 55 هدف وصنع 31 هدف بسم الله ما شاء الله أرقام كبيرة جداً بالنسبة لروبرت فرمينيو لعب مادي ليفر بول عدد المواسل مع ليفر بول 5 حقق الفوز في 101 مباراة حقق التعادل في 37 مباراة خسر في 20 مباراة وصوب على المرمى 387 تصويبة و 169 واحدة منهم ما بين القائمين والعرضة أخد أو حصل على 7 كروت صفراء 189 خطأ عمل روبرت فرمينيو و 59 مرة وقع فيه مصدد التسلل يعني زي ما حضراتكم شايفين ده جسم فرمينيو فإحنا عندنا 12 هدف أحرزه بالرأس 2 من ركلات جزاء 29 هدف بالقدم اليمنى و 13 بالقدم اليسرى ماشي ماركوس راشفورد أرقامه مع منشستر يونيتد اللاعب صاحب المستقبل الكبير مع نادي منشستر ومع المنتخب الإنجليزي وصل لمباراة رقم 200 مع الشاتين الحمر وهو عنده 22 مباراة سجل 64 هدف صنع 26 هدف وحق أربع بطولات 200 مباراة لماركوس راشفورد تخيلوا حضراتكم لعب عنده 22 سنة بيوصل في الدورة الإنجليزية لمتين مباراة بيسجل فيهم الأرقام لحضراتكم شايفينها شكرا يا شادي أرقام ثلاثي منشستر يونيتد طبعاً للشباب أو الشباب تلاتة شباب قدام حضراتكم خلال هذا الموسم راشفورد ومارتسيال وجرين وود جرين وود ومارتسيال وراشفورد طبعاً راشفورد 30 مباراة سجل 19 هدف وصنع 5 أما مارتسيال 22 مباراة سجل 11 وصنع 3 أما جرين وود 26 مباراة 9 أهداف وصنع هذا فيه نروح للأرقام والإحصائيات في دوري آخر وهو نجم هذا الأسبوع في الدوري الإيطالي تشيرو يموبيلي لاعب لاتسيو أول لاعب يصل إلى تسجيل 20 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى وإحنا لسه في نص الموسم 19 مباراة سجل 20 هدف ليفندوسكي نجم البان 17 مباراة سجل 19 وفيرنر 17 مباراة سجل 18 وفاردي 22 مباراة سجل 17 ولوكاكو 19 مباراة 14 هدف أقرب واحد لهم هو أقرب واحد لإيمابلي عفواً هو جيمي فاردي اللي عنده 17 هدف لكن عدد مطشوات إيمابلي أقل من فاردي لاتسيو 13 مباراة على التواري في الدوري دون خسارة 10 فوز متتالدة رقم قياسي وإيمابلي سجل في 13 مباراة 14 هدف لاتسيو 13 مباراة فاس في 11 تعادل في 2 ولم يهزم سجل 34 هدف واستقبل 13 هدف وزي ما حضركم شايفين جنوة 40 بولونيا 22 أطلانتا 33 فيرونتينا 21 تورينو 40 ميلا 21 ليتشي 42 ساسولو 21 قدنيزي 30 يوفنتس 31 كالياري 21 بريشيا 21 نابولي 1 1 1 انتر ميلان 12 مباراة على التوالي دون هزيمة لوكاكو 11 هدف لوطار ومارتنيس 8 هدف لعب الانتر 12 مباراة فاسف 8 عادل ف4 لم يهزم سجل 26 استقبل 12 وبالتالي انتر مع كونتي لا يقهر ساسولو 4-3 بارما 2-2 بيريشيا 2-1 بولونيا 2-1 ذيرونا 2-1 تورين وثلاثة صفر سبال 2-1 روما 0-0 فيورنتينا 1-1 وجنوا 4-0 نابلي 3-1 أطالنطا 1-1 دياجو ديم لاعب وسط نادي لايبزيج الألماني النادي المتقلق جدا في الدوري الألماني موليد 21 نوفمبر 1991 وهو نابلي نجح انه يضم اللاعب في صفقة قيمتها 12 مليون دولار ودي أرقام ديم مع نادي بادربورن اللي لعب فيه في البداية في دوري الدرجة الأولى لعب معها 58 مباراة صنع أربع أهداف ولم يسجل أهداف مع نادي لايبزيج في الدوري الدرجة الأولى الألماني 105 مباراة سجل هدف وحيد وصنع ثمان أهداف في دوري الأبطال لعب 9 ماتشات في الأوروبا ديك لعب 14 مباراة وفي كأس ألمانيا لعب 12 مباراة أفضل الثنائيات الهجومية في أوروبا من حيث تسجيل الأهداف دوري لاتسيو إيموبيلي وكوريا 28 هدف في بارن ميونيخ ليفاندوفسكي نجح انه يسجل 25 هدف هو فيليب كوتينيو وبرشلونا ميسي وسواريز 24 هدف وإنتر ميلا لوكاكو ومارتينيز 24 هدف وليس سيتي جيمي فاردي مع آآ مادرسون أو مادرسون جيمس مادرسون معلش آآ كانت الخط مش واضح شوية لكن صححنا وقلنا لحضراتكم مادرسون لاعب ليس سيتي طيب كده أعتقد ان احنا خلصنا مع حضراتكم الجرافيكس الخاصة به الدوريات أتمنى ان يكون الجرافيكس عارفنا لما ما حضراتكم اللي حضراتكم محتاجين تعرفوه المهم جدا في الدوريات العالمية والأرقام والأحصائيات اللي اتقربنا أكتر من كل دوريات كل زبوع بيكون معنا حلقة أو كل يوم بيكون معنا في الحلقة فقرة عن نيو تالنت أو موهبة صعبة وهو واحد من نجوم الدولي الأسباني لاعب نيجيري لاعب عنده مستقبل كبير جدا جدا هنعرف أرقامه هنعرف إحصائياته وبعديها هنشوف بالصوت وبالصورة الإحصائيات تترجم في أرض الواقع تعالوا نتابع الأول إحصائيات اللاعب وقول لحضراتكم هو مين دلوقتي هيتعرض قدام حضراتكم ساموال تشكويزي لاعب وسط فريق فيا ريال اللاعب أل نيجيري موليد 22 مايو 1999 عنده 20 سنة طوله 172 سنتي لاعب الدولي الأوروبي 9 مطشات سجل هدف في كأس مالك أسبانيا لاعب 3 مطشات سجل هدفين تشكويزي خلال الموسم الماضي من اللي يجا لعب 26 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال الموسم الحالي من اللي يجا لعب 18 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف أعتقد بالنسبة بالنسبة زي ما حضراتكم يعني أكيد متابعين ده ساموال تشكويزي كان مرشح لجائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا في أفريقيا عفوا اللي فاز بيها الجائزة أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونجم نادي بروسيا دورتموند والمعار من ريال مدريد تلوقتي هنقول له أو هنعرض لحضراتكم جزء من أهم اللمسات ساموال تشكويزي لاعب مادي فيا ريال لاعب النيجيري خلال مشواره الكروي وهنرجع علشان نروح بعديها للفقرة اللي حضراتكم متعودين عليها وهي نجم الأسبوع مع مفاجأة من العيار الثقيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر